اطفال المشردون في الشوارع وناس تسعى الى لقمة العيش هذا هو حال اللاجئين السوريين الذين هجروا وشردوا من بلادهم نتيجة اعمال العنف التي تحصل في سوريا الى ان استقر بهم الحال في مخيم الزعتري في محافظة المفرق الاردنية والله كافة المعيشة هو المنطقة الصحراوية هون المعيشة صعبة بالحال العادية يعني ممكن السعى اشوي شوي بس اذا اذا تحط الواحد بغير بلده بغير مدينته اذا بتحطه بالجنة ما رح يمشي الحال ونفس الوقت المعيشة صعبة والتعامل سيء ويعني اغلب الامور مش زاطة فيهاش تنظيم احنا لازم ضلينا جوه لكن الظروف كل انسان اللي ظرفه الخاص فيه مهما كان الظرف مهما كان الظرف ما بسمحنا شنو احنا نطلع من سوريا لكن صارت وطلعنا بالنسبة للداخل قلت لك احنا لازم قدم لهم الدعم حتى لو عسبيل الدعم المعنوي فبالنسبة للدعم المادي بسوريا يعني الله اينهم يعني لا شغل لا عمل لا ايش احنا هون يمكن قاعدين احنا منسولف وكذا وبالنما شوي مرتاح انه من جهة قصف من جهة خوف من جهة هاي بس اما هما لا يعني ما حدا بيقدر يبعث لنا مصروف يبعث لنا اشي لانه جوه كمان يعني حالتهم ازود من هون بمئة مرة يعني حيث بلغت نسبة اللاجئين ما يقارب ماها واثنان وثلاثون الف شخص وبتزايد مستمر بما يقارب المئة شخص يوميا يدخلون عبر 45 منفذا حدوديا مشتركا مع الاردن حقيقة يشهد هذا المخيم تدفق كبير جدا في الاونة الاخيرة نتيجة للازمة التي تعيشها سوريا الشقيقة تم اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية في حال تدفق المزيد من اللاجئين السوريين عبر اراضي السورية الجنوبية باتجاه المملكة لتصبح السعة او الطاقة الاستيعابية للمخيم حوالي 150 الف لاجئ اي بزيادة ما لا يقل عن 20 او 28 الف لاجئ جديد يستطيع ان يستوعبهم هذا المخيم ايضا لدينا مخيم مخيزن في محافظة الزرقاء بالازرق هذا المخيم متوقع ان يصل تعداد اللاجئين الذين سيتم ادخالهم فيه ما لا يقل عن 150 الف لاجئ سوري اذا ما ازداد التدفق من الاراضي او الحدود الجنوبية لسوريا باتجاه اراضي المملكة حال من الاستياء يخيم على اللاجئين السوريين الذين يعيشون في مخيم الزعتري التابع لمحافظة المفرق الاردنية بسبب سوء الظروف المعيشية ليبقى هذا المخيم هو الخيار الوحيد امام اللاجئين السوريين الذين يعبرون الحدود الاردنية يوميا الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا من مخيم الزعتري غسان عدنان قناة الرشيد الفضائية اشتركوا في القناة